في القدس القديمة حتى الأحجار تبقى في وجدان أتباع الديانات الثلاثة ولذا طبيعي وفق المراقبين أن يرتبط لدى أذهان الناس كل موقف سياسي حيال مدينتهم بالتوتر وفيما أثنى الإسرائيليون على موقف البيت الأبيض الأخير وصفين إياه بخطوة تاريخية انتقده فلسطينيون خيبة الأمل والمخاوف الفلسطينية من المزيد من تعقيد وضع هو معقد بما فيه الكفاية يقابلها فرح وارتياح إسرائيلية فأي مستقبل لإحلال السلام في الشرق الأوسط بعد توجهات البيت الأبيض حول وضع القدس السلام مع العرب رقم واحد هنا في القدس يجب أن نكونوا واقعيين بعض الشيء فالكونجرس الأمريكي قال أن القدس حاصمت إسرائيل منذ عام 1995 فلا جديد بهذا الخصوص هي فقط ملاعبة سياسية نريد السلام ونعرف أن القدس هي لنا ونستطيع دعوة الجميع لزيارتنا حتى لو كانت لنا تستطيعون أن تزوروا أماكنكم المقدسة كل العالم يريدون السلام هناك بعض العرب الذين لا يريدونه أما باقي الشعب فيريدوا السلام ما أظنش فيه سلام ما إحنا شايفين هيو الجيش كل يوم في بلادنا جوا داخل الأراضي وما فيش إش يتحقق يعني يسوي زي ما بدو ثرامب يعني أنا وبدو يقوله لا ميم دو يقوله لا والله يا أختي ماما منتفئين من زمان وبدحكوا علينا جاي جاي بشغلوكم عمالهم كل مرة بنوكشونكشي وقاعدوه على الفاضي ماما منتفئين ومسكرين على القدس وعالخليل شو رأيك بمستقبل السلام في القدس وفي المنطقة فيه سلام ولا ما فيه سلام لا أكيد ما فيش ما يعني هذا وضع ما بيطمن يعني مرحلة اللي جاي في هالدنيا هاي ما بيطمن الوضع يعني ما فيش تفاعل بالنسبة إلنا ولا أمل ولا مستقبل الأسود لو مع الأوضاع الموجودة مع التصريحات الموجودة وعدم اهتمام دولي وعربي لقضية القدس ما فيه سلام الأرض الواقع مش رح يكون سلام أبدا في ظل هذه التصريحات من رؤساء العرب أو كان من التصريحات ترامب مبيرا لمعجد لا تطير القدس تعيش في سلام هي كل راح يصير من القدس اللي اليوم على الحرة مرام مصلح نضم إلينا هنا في استوديو القدس المحامي والخبير القانوني مارك تيل أرحب بك معنا بداة ما هي التبعات القانونية للناس العاديين ما بعد الإعلان واعتراف رئيس دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل هذا يعتمد على أي نوع من الناس تتحدثين عنهم العرب في القدس لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير عليهم بالنسبة لنا نحن المواطنين الأمريكيين الذين نعيش في القدس هذا الإعلان يمكن أن يكون له تأثير كبير خاصة بعد قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية عرضت قبل حوالي سنتين المحكمة قالت طالما أن الرئيس الأمريكي لم يعلن القدس كعاصمة لإسرائيل فالكونغرس لا يمكن أن يسن قوانين تتطلب أو تسمح لكلمة إسرائيل أن توضع في جوازات السفر أو في شهادات الميلاد للأمريكيين المولودين هنا هذه نقطة النقطة الأخرى والتي يمكن أن تؤثر على الأمريكيين والآخرين الفلسطينيين أيضا الذين يعيشون في القدس هو وضع القنصل العام الأمريكي في القدس على الرغم من أن السفارة لا يحتمل أن تنتقل قريبا من تل أبيب إلى القدس إلا أن القنصلية التي السفير في تل أبيب غير مسؤول عنها الآن القدس ستعلن كعاصمة لإسرائيل ووضع الدبلوماسي للقنصلية سيكون عرضة للتساؤل من منظور قانوني هكذا أرى الأمور هذا تغير كبير من ناحية السياسة الأمريكية لسنوات طويلة الأديان جميعهم يوحدهم تقديس هذه المدينة فيها أماكن مقدسة للديانات الثلاث كيف ترون بأن هذا الإعلان سيؤثر في إدارة هذه الأماكن المقدسة؟ أنا إسرائيلي وأمريكي وأعتقد أن بإمكاني القول ببعض اليقين أن كل الإدارات التي شهدتها مدينة القدس في آخر مئة سنة فقط كانت تحت الإدارة الأمريكية الإسرائيلية أتباع الديانات الثلاثة تمكنوا من الوصول إلى المواقع الدينية بحرية عندما كانت المدينة تحت الحكم الأردني من 48 إلى 67 اليهود لم يسمح لهم بالصلاة في الأماكن اليهودية المقدسة وبعد حرب 67 وعلى الرغم من أن كل المدينة خضعت للحكم اليهودي المسلمون على سبيل المثال لهم فرصة الوصول إلى الحرب الشريف على الرغم من أن اليهود والمسيحيين لا يسمح لهم بالصلاة هناك أو القيام أو حمل أي عاديات دينية بسيطة وهذا تحت الحكم الإسرائيلي أعتقد أن الاعتراف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل وبكل بساطة اعتراف بالحقيقة الموجودة وهذا لن يكون له تأثير على المجال العام الخاص بأتباع الديانات الثلاثة الإسلام واليهودية والمسيحية وما يتمتعون به اليوم في مدينة القدس خاصة في المدينة القديمة نعم المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تشهد جمود طويل الأماد تروح مكانها كيف ترون بأن ما يحدث اليوم من تصريح كيف يمكن أن يؤثر أيضا على مستقبل التسوية هناك تصريحات الرئيس محمود عباس التي قال فيها أن هذه نهاية عملية السلام وأنا لا أصدق كثيرا هذا القول المحادثات كما أشرت أنت مجمدة إلى حد كبير حتى قبل هذا الإعلان إذن هذا سيبدو غريبا إلى حد ما لك أو للمشاهدين هذا القرار هذا الإعلان ربما سيكون له تأثير إيجابي على عملية السلام لماذا؟ والسبب أنني أقول هذا يعود إلى أننا جربنا الطريقة الأخرى منذ سبعين عاما أو من سبع وستين الإدارات الأمريكية كانت تأخذ بعين الاعتبار المطالب الفلسطينية إدارة ترامب تقترح مقاربة جديدة مقاربة تعترف بهذه الحقيقة أو ما يحدث على الأرض وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون له تأثير في رأيي الآن العرب والعرب الفلسطينيين والعرب بشكل عام عليهم أن يستوعبوا حقيقة أن هذا ما يجري وعليهم أن ينظروا إلى الأمور بأمانة وأن لا يقفوا وراء الشعارات والأفكار القديمة هذه مقاربة مثيرة وباختصار لو سماحت هناك بعض الانتقادات للولايات المتحدة تتهمها بأنها لا تقف على الحياد وتتخلى عن هذا المبدأ في السعر لحل الدولتين كيف تنظرون إلى موقف الولايات المتحدة باختصار لو سمعت أولا رئيس الولايات المتحدة غير ملتزم بحل الدولتين أعتقد أنه ملتزم بما تتمكن الأطراف نفسها من التوافق عليه هذا مهم الرئيس قدم هذه الفكرة عندما استلم منصبه في شهر يناير لا يوجد شيء مقدس بشأن حل الدولتين ولكن الليلة سنسمع أعتقد أننا سنسمع الليلة إشارة إلى حل الدولتين ما سيقوله الرئيس لو الأطراف الإسرائيليين والعرب الفلسطينيين يتفقون على هذا فهو سعيد بهذا وهو لن يحاول أن يرغم شيء آخر ولكن هناك شيء أنا أود أن أشكرك جزيل الشكر للأسف يعني الوقت دهمنا المحامي والخبير القانوني مارك تيل شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم